صديق الرغيوي الكاتب العام للنقبة الوطنية للتعليم نحن الآن نعيش لحظة المؤتمر الوطني الثاني عشر تحت شعار 56 سنة من النضال المتواصل لأجل إصلاح التعليم وتحسين الأوضاع المعنوية والبادية للشغيلة التعليمية الآن نحن بصداد كما رأيتم في القاعة بصداد مناقشات التقريرين الأدبي والمالي منذ الأمس وهذه المحطة مناقشة التقرير الأدبي والمالي هي محطة ومناسبة لتقييم أداء المكسر الوطني لتقييم أداء الأجهزة الوطنية بما فيها المجلس الوطني لتقييم الحصيلة ولتقييم التجربة وكذلك لإعادة تجديد الهياكل الآن أنا كاتب وطني لكن بعد نهاية المناقشة سنقدم استقالتنا كمكسر وطني وكمجلس وطني لانتخاب أجهزة جديدة نتمنى أن تنبثق هذه الأجهزة عن شباب يقودون المنظمة ويواصلون حملة المشعل الذي ابتدأناه منذ 56 سنة نحن كجيل تسلمنا المشعل من الجيل السابق والآن سنسلم المشعل إلى جيل الشباب هناك نقاش عميق وحقيقي وتقييم حقيقي وعميق كذلك لأداء منظمتنا خلال الأربع سنوات المقبلة هذا النقاش طبيعة الحال هو نقد بناء للتجربة من طرف المؤتمرات والمؤتمرين النقد البناء من أجل استخلاص الخلاصات الحقيقية لإصلاح الأعطاب من أجل تحسيني وتجويدي أدائنا نظيمي أدائنا النضالي أدائنا على مستوى الحوار والمكاسب للشغيلة التعليمية من أجل الانتزاع المزيد من المكاسب للشغيلة التعليمية والمؤتمر كذلك هو محطة لتقييم ما يحدث في الساحة التعليمية خاصة منذ سنتين من الطوارئ الصحية وكذلك لتقييم أدائنا على مستوى المحطات النضالية لمجموعة من الفئات التي خرجت إلى الشارع نتيجة الحباس الحوار لأزيد من عشر سنوات نتيجة الحوار المغشوش في دل الحكومتين السابقتين وكذلك مناقشة الاتفاق المرحلي لـ 18 يناير 2022 والذي تم التوصل فيه إلى حل بعض الفئات ست ملفات أساسية حلت ولكن ينبغي مواصلة الحوار لحل ما تبقى من الملفات العالقة ووصولا إلى النظام الأساسي من بين أخطر المشاكل المتروحة في المؤتمر وهو ملف الأساتذة التي فرض عليهم تعاقد ملف المحاكمات ملف الاعتقالات ملف الهجوم على الحريات النقابية بالنسبة للأساتذة التي فرض عليهم تعاقد وبالنسبة لمجموعة من الفئات الكبيرة التي اضطرت أن تخرج إلى الشارع نتيجة عدم التجاوب مع المطالب العادلة لذلك أعتقد أنه المؤتمر والقيادة الجديدة التي تستثق عنه ينبغي أن تواصل ما بدأناه منذ 50 سنة الاستماع إلى نبض الشارع الاستماع إلى نبض الفئات الاستماع إلى نبض الأفراد كذلك وهذه هي الملهجية والفلسفة التي نقابل وطني التاليب منذ 56 سنة المؤتمر سيناقش أوراق حقيقية وهذه الأوراق أو المقررات أربع مقررات عندنا المقرر التنظيمي الذي سينكب على دراسة القوانين تنظيمية لمنظمتنا القانون الأساسي والداخلي المحل المؤتمر محطة لإدخال التعديلات إما بالحذف أو بالزيادة في القوانين للمنظمة عندنا نقاش ديال الملف المطلبي ينبغي أن نناقش ما حققناه وما لم يتحقق وكذلك أن نضع خارطة طريق مطلبية للأربع سنوات المقبلة للأجهزة الوطنية التي تستنبتها عن المؤتمر لدينا ميرا ليفضل المرأة وخاصة الموضوع الأساسي وهو كيف يمكن دعم تواجد النساء في الأجهزة الوطنية نحن الآن عندنا كوطة ديال 25 مياري النساء نتمنى أن يصادق المؤتمر بعد دراسة الورقة المقدمة حول المرأة والجندرة على رفع كوطة النساء وعلى رفع كوطة الشباب هناك المداخلات إلى حد الآن التي لازلت مستمرة الملاحظة الأساسية وهو أنه الشباب متحمس ويطالبون بتشبيب دماء النقابة وبرفع كوطة الشباب نحن الآن لدينا 15% للشباب نتمنى أن ينبثق المؤتمر عن تعديل قوانين المنظمة لأن المؤتمر سيد نفسه ونناقش بكل حرية بكل ديمقراطية ليست لدينا طابهات للنقاش كل شيء ممكن أن يناقش لدينا ملف سياسة تقليمية ملف سياسة تقليمية معنا ملف من أجودي الملفات التي قدمت نحن في كل مؤتمر منذ سنة 66 إلى الآن كل مؤتمر لدينا مقترحات لقامة موطنية للتعليم تجاه السياسة التعليمية ولكل ما يهم التعليم قانون الإطار موقع التعليم في النموذج النموية الجديد موقع التعليم في الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 كل شيء سيكون مطروحا على المؤتمر في انتظار أن ننهي للمناقشة التقريري الأدبي والمالي والمصادقة عليهما إذا تم ذلك وسنقدم استقالتنا وسنمضي إلى مناقشة المقرارات واحد جوج انتخاب المجلس الوطني للنقابة الوطنية التعليم شكرا قبل ما تخرجوا لا تنساوش تابعونا وفلاشين في براير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية ترجمة نانسي قنقر